يسعد لي وقعتكم اصدقائي من وين هم تابعوني وبأي وقت هم تابعوني اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد فيديو اليوم مهلا به بالقمردين طريقة سهلة ومبسطة ومكونات ان شاء الله متوفرة بكل البيت ويلا بينا على المقادير وطريقة التحضير اول شي بيلزمنا كوب من الماء الكوب اللي انا استعملتها ماء البارد يعني ما يكون فيها حرارة وخمس ملاعق من النشاة خمس ملاعق من النشاة هيك الملاعق يكون نعرمين يعني متل جبل نقول ملعقة هيك منسوحة بنحركها كتير مني حتى يدوب معنا النشاة بالماء وبعدين نحطهن عالطرف هلا موقته بعدين بيلزمنا وعنا باكات من القمردين متل ما انتو شايفين هلا منقصن بالمقص بالسكين متل ما انتو بتحبوا اهم شي نعملها قطع صغيرة يعني قدر ما فينا نعملها قطع صغيرة بيساعدنا بالدوابان بالمي منقصن كلن بالمقص متل ما خبرتكم بالسكين بالايد اي مرحلة مرتاحة اي طريقة انت مرتاحة فيها فيك تقصيها اهم شي يكون قطع صغيرة وقبل هالمره عملت مهلبية طرق كتير سهلة وبسيطة وبنقات مختلفة راح حط الروابط ان شاء الله بالصندوق الوصف او راح يبين معكم على الشاشة باذن الله وهي قصار القمردين كلن قطع صغيرة متل ما انتو شايفين خلا منحطن بالطنجرة ومنضيف عليها اربعة اكواب من الماء يعني المجموع الماء اللي انا استعملتها خمس اكواب واحد مع النشا واربعة مع قمردين مجموع الماء لتر انتبهوا انا استعملت لتر من الماء وفيك تستعمل اي كاسة انتبهوا ما تروح تستعملوا كاسة يكون اه 350 او 300 هيك المشا راح يكون قليل ورح القوامل المهلبية راح يكون كتير خفيف ضفت اربعة كوب من الماء على القمردين وبحرقن شوي وهلا بحطن على النار حتى يدوب معي القمردين على الاخر طبعا النار همشي يكون وسط او تحت الوسط ومن كل شوي بنرجع نحركها ما نترك التحريك فينا نرتاح شوي ونحركها مشان ما تحرق معي القمردين يعني اذا القمردين نزلت تحت ما تشوت ويطلع تاهم تشوت بالمهلبية كل شوي بروحوا برجع بحركها طبعا وقفت التصوير حتى داب معي مشان الفيديو ما يصير الطويل وما تملو عمت حركها وبشوف اذا لسه في قطع برجع بحركها بتوقف وبرجع بحركها هاي مرحلة شوية بتدوقت وطولت البال كلها صارت ما شاء الله متل ما انتم شايفين ولا قطع ضلب المي كلها داب على الاخر هلا نضيف المكونات الاخرى انا استعملت خمس ملاعق من السكر يعني اقل من نصف كوب بتقي شوية حموضة بتستعملي اربعة بس اهم شي ما تستعملي اكتر لانه رح يطيكي حلاوة كتيرة وضفت رشة هيل يعني متل ما انتم شايفين ملعقة صغيرة الهيل اختيارية بس يعطي نتها كتير طيبة وهي شغلة اختيارية وحركتهم منيح وهلا بنجيب الماء والنشاة اللي نحن حضرناها مع بعض بس اهم شي قبل ما نسكبها بنرجع نحرقهم مرة تانية نتأكد ما ضل ولا شي ولانو كنا بنعرف اذا خليناها فترة الماء بيصير فوق ونشاة تحت ومنستعمل بهالمرحلة الايدين ايد نسكب فيها النشاة والايد التاني من حركة والنشاة نسكبها بالتدريج اهم شي بالتدريج والنار يكون وسط او تحت الوسط عم بسكبها وعم بحركها بهالمرحلة متل ما خبرتكم بنستعمل الايدين مع بعض مشان ناخد نتيجة كتير ميحة وممتازة هلا خلصت كل النشاة وبحركهم حتى يدخل معي القوام ومتل ما خبرتكم انا ضغط الهيل وهيل شغلة اختيارية هاي بيرجع للكم اذا بتحبوه هيل بتضيفو اذا ما بتحبو فيكم تستغنوا عنا بس بيعطيناكها كتير طيبة لمهلبية القمردين قوامة كتير منيحة اذا بتكم قوامة ادخل من هيك تستعملوا ملعقة زيادة اذا بتكم قوامة هيك تستعملوا خمسة يعني انا استعملت خمس ملعقة نشاة بتكم قوامة يكون متل قوام مهلبية الحليب هيك كتير تتقيل بتستعملوا ستة هلا بسكبر بالكاسات او بالزبادي اللي انتو بتحبوه سكبت نصها والنص الثاني هلا بنشوف مع بعض شو عملت فيها عملت نكهة اخرى يعني مختلفة نهائيا بتركن عالطرف حتى يبردوا معي ساعتين ثلاثة وهلا بنشوف النص الثاني النص الثاني كان عنتي مكسرات محمصة من كل نوع شوي يعني متجوز بنفس طق حلبي يعني اي مكسرات محمصوها وتقاطوها وبتسكبو فيها بيعطي طعم كتير طيبي بصراحة و بنرجع بنحطن بالزبادي وفيكي تستعملي كمان اللي بسكوت انت قطعيون قطعة شوي هيك خشنة وبتسكبو بتحاتيون جوه قمردين او بلقاع الزبادي وبعدين بتسكبي عليها المهلبين و متل ما خبرتكم هلا بنتركن تقريبا ساعة ساعتين حتى تبرط على الاخير وبعدها بنشوف شوف ساوينا فيها او كيف زيناها هاي قوامة و متل ما خبرتكم قوامة هيك واكيد هلا بس بعد التزين شوف قوامة مرة تانية انا زي انت بتجوز لهنتك بصطق حلبي المطحون باللوس وبالزبيب و اي تزين شغلي اختيار يعني فيكي تزيني بس بتجوز لهنت بالزبيب اي شغلي عندك متوفرع اي مكسرات او بسكوت مطحون هالدولين فيكي تزينيون بديلو زي انتون وتزين شغلي اختياري هي بدون مكسرات طيبة و بدون تزين طيب يعني قمردين كل احوالها طيبة بهاي المرحلة ولي انو رمضان حالة خفيف وسهل و بسيط يعني بعض الافضاء كلنا بنشتهي على حلو هاي خفيفة على المادة وكتير طيبة عمزينا كل صحن شكل في منهم بالزبيب في منو بتجوز الهند والمكسرات يعني عم حاول رضي كل العيلة سهلة وبسيطة وطعمة ولا ارواح جربوها ويزا عجبكم فيكم تبعتوا لحبايكم اصحابكم حتى كل يستفيد واذا اول مرة تشوفوا قناتي بتتمنى لا تنسى لايك واشتراك وتفعيل الجرس واذا وصلتم معي لهون اكتبوا لي بالتعليقات من اي بلد عم تابعوني هلا مشوفة قوامة مع بعض كيف صارت قوامة ما شاء الله ولا اطيب من هيك ووصلنا لها نهاية الفيديو وانشاء على جربكم فيديو وشوفكم خير وسلامة بي فيديوها تشاي